تشكيل حكومة التكنقراط لازم الأول أعمل هدنة ودي غالبا المرحلة الأولى في المبادرة المصرية فمحتاج نفهم أكتر على مراحل هذه المبادرة وهتمشي إزاي عشان أوصل في النهاية لتشكيل حكومة في البداية المبادرة المصرية كان بتقدمها في شهر 12 اللي فات يمكن في 24-12 اللي فات على أساس 3 مراحل برضو زي المعدلة كان الهدف فينا طبعا هو وقف إطلاق النار تدريجيا وإعادة الإعمار والإغاثة للفلسطينيين فكانت البرحلة الأولى بتنقصم لأننا لازم أعمل وقف إطلاق النار لمدة محددة قالوا في البداية أسبوعين وممكن تنتد لأسابيع أخرى لحين ما يتم تبادل الأسرة بعدد معين من الطرف يعني حماسها تقدم أسرة من عندها مقابل سجناء في الطرف الإسرائيلي وكان متفق على أنه 40 أساط 120 بعدها يحصل أن يتعامل حكومة التكنقراط وحكومة التكنقراط دي هي تتولى عملية إعادة الإعمار والإغاثة وتشكيل النظام السياسي الجديد يعني اللي هو بعد كده هنبني عليه ودي نقطة دي عايز أركز عليها لأن دي بعد كده هي لسببت خلاف مع وخلاف ده انتقى خلاص يعني مع السلطة الفلسطينية بكها تحلت في المرحلة التانية أو المبادرة التانية في المرحلة التانية كان المفروض أنها هيتم فيها يعني إشارات يعني كنت هتتعامل أنها هيتعامل برضو استكمال للتبادل الأسرة من المجندات وما إلى ذلك لحين الوصول في النهاية إلى أن خلاص بدأت بشكلة حل القطاع نفسه القوات الإسرائيلية هتكون بعدت وخادت يعني مسافة بعيدة عن مناطق السكنية الكسيفة للفلسطينيين ثم في المرحلة التالتة هتخرج خالص أو تماما يعني القوات اللي هي الإسرائيلية عن القطاع وتتولى وقتها السلطة الفلسطينية الحكم أو الحكومة الدكتورات الحكم لحين ما يبقى فيه بعدها يتعامل رئيس جديد للسلطة الفلسطينية أو الرئيس لفلسطين بالكامل على حدود 4 يونيو 67 ده كانت المبادرة الأساسية أنا كده شكلت حكومة وطنية وقدرت أجيب رئيس جديد للسلطة أو رئيس لدولة فلسطين من البداية دي كانت المبادرة أو دي كانت أهدافها يعني لكن كان قصدها تحديات كانت التحديات دي من 3 أطرف أول طرف كانت السلطة الفلسطينية وهي اعترضت على موضوع أن إزاي أنت عايس تجيب الحكومة التكنقراط وإحنا موجودين إما إحنا الممثل الوحيد الشرعي المعترف فينا بنا في 148 دولة على مستوى العالم فإنت ليه تجيب حكومة جديدة وإحنا موجودين لا إحنا معترضين على البند ده وتحلت بعد كده جماعة حماس برضو اشترطت على أنه لازم وقف تام لإطلاق النار مش إزبوعين أو أي مدة لا ده وقف تام لإطلاق النار قبل أي حوار آخر يعني قبل تبادل أي حاجة في الحكومة الإسرائيلية تحفزت على أن المرحلة التالتة دي يعني أسيب القطاع وأخرج وأسيب حماس أنا عندي أصلا خطط وأهداف أن أنا أنهي عن حماس دي نهائيا وأفضي المكان ده من المتطرفين من السلاح وحتى أدكل في منظومة التعليم وغير من منظومة التعليم بعد كده عشان أصنع جيل بقى جديد متوافق مع أفكار رسيل أدمغة بالضبط فرفضوا برضو النقطة دي وتحفظوا عليها فأدد ده للمبادرة دي يمكن بالمرحل التلاتة الأولى لهذه المبادرة وده التحديات اللي أوافته صدع طيب هنا أرجع لدكتور شفيق التلوني ترجمة نانسي قنقر